شوفوا الواقع اللي حصلت دي حدثت في منطقة بلقص بلقص دي مركز اليوم فتاة عمرها 16 سنة الطفولة عندنا بتبدأ يعني انت طفل لحد 18 سنة زي ما قانون الطفولة بيقول يعني 16 سنة ده او 15 سنة طفل طفلة دي عملت ايه؟ طفلة دي قتلت ابوها خنائته بالليل خليته نايم وجابت حزام وراح تدخل عليه قط النوم بتاعته وراح تجايبه الحزام وراح تلفح حواليه رئابته وربطت الحزام لحد دا ما تأكدت ان ابوها مات ليه؟ والدتها متوفية وبعد ما والدتها توفت هو راح متجاوز واحدة تانية الواحدة التانية اللي تجاوزها دي يعني الى حد ما الزوجة التانية فيه زوجة ممكن تبقى حنينة على ولاد جزها وفيه سيدة تانية لا هي حياتها وعاوزها تتهنى وتعيش حياتها للأسف شديد الاب كان بيعامل بنته معاملة سيئة وكان مدمر حياتها وكان بيهتم بمراته التانية ومدلع مراته التانية ومزبط مراته التانية وسايب بنته مش بس كده كان بيتعدى عليها بالضرب ليس معنى كلامي ان جريمة القتل صحيح لا انا بقول بس الاسباب ايه والدوافع ايه حتى وصل الامر الى ان الطفلة دي انتهزت فرصة ان مرتبوها راحت عند اهلها راحت دخلة قتلى ابوها الخبر بيقول ايه قتلت والدها خنقا لسوء معاملته لا ده الخبر قدامكم والنيابة تحبسها اربعة ايام على زمة التحقيقات انا عاوز اقولكم كده لان انا معايا بحب في القضاء ان انا جيب محاضر الشرطة بتقول ايه الطفلة بتقول ان هي مش ندمان ان هي قتلت الاب لان دائما وابدا الاب كان بيتعدى عليها وقامت بخنقه بحزام ملابس من القماش حتى لفظ انفاسه الاخيرة وارشدت عن الاداة المستخدمة في الجريمة طبعا لما تم عمل معاينة من قبل معامل الجناية قدرت البحث الجناي طبعا المجنع عليه اللي هو الابوها عام الخردة عمره ستة واربعين سنة وبالفعل هو تقاع شوف التحريات قالت الفعل تقاعس عن القيام بدوره والاساءة لولاده كلهم فقررت بنته التخلص منهم هذه التحريات بتقول ايه في هذه الوقع طيب في مثل هذه الوقاع او مثل هذه الجرائم الصعبة الاسرية اسمي مادلين حنة سنة 29 سنة كان وزني قبل العملية مية خمسة وخمسين وبعد العملية وصلت المية بخلال سنة وكن عندي مشاكل كتير في ارتغاف المريء وفي التنفسه في الحركة ودكتور كارين ساعة اختار لتحويل مصور ومن ساعة العملية وانا صحيتي بيت احسن وبيت عارفة تحرك اكتر وعارفة تشتغل احسن وبيأخذ الفيتامين والكالسيوم بتاعتي بصفة مستمرة وصحية الدراتي بقت افضل كتير عن الاول وانا بسكر دكتور كارين جدا عشان هو اللي مختار لي تعملية تحويل مصور كانت افضل كتير ليا عشان ارتجاع المريء اللي كان عندي ودلوقتي بقت احسن كتير عن الاول فسكرا دكتور كارين